تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب تقدمت خلالها معاليها بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد على تفضل سموه بالمشاركة في حفل افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب والتي تأتي تأكيدا لدعم سموه للجهود المخلصة التي تبذل من أجل رفع رفعة مملكتنا الغالية وإيمان سموه العميق لترسيخ الديمقراطية سائلة معاليها المولى عز وجل أن يحقق ما فيه تقدم وازدهار مملكتنا العزيزة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعا داعية المولى عز وجل أن ينعم على سموه بمفور الصحة والسعادة